احنا منستخدم طبعا انه فعلا نؤمن ان الله واحد وهذا وقانون الايمان المسيحي لكن برضو نحن نؤمن كمسيحيون بوحدانية الله ما نسميها الوحدانية الجامعة ما هو المقصود من هذه الوحدانية الوحدانية الجامعة زي ما كنا بنتكلم انه اذا كان الله بيمارس صفاته ازلا فهو لازم يكون متكلم وسامع ومحب ومحبوب احد العلماء العرب جال الله سعل وفاعل ومفعول فاذا كان متكلم فلازم يكون فيه سامع واذا كان فيه سامع لازم يكون فيه تكلم واذا كان محب لازم يكون فيه محبوب فهل ممكن يكون هذا الوحد مركب من اجزاء حاشة لأن الله ليس فيه تركيب لأن احنا يعني كتير ناس بتسيء الفهم لما منتكلم عن الله الواحد ومنتكلم عن الله المثلث الأقانيم لما منذكر كلمة الآب أو الإبن يسوع ابن الله نعم منذكر كلمة الروح القدس نعم فعالة بيستخدم هذه العبارات وكأنها الشرك بالله نعم وأنت تقول نحن نؤمن بإله واحد نعم لأنه السامعة اللي بيعتقد حاجة زي كده بيعتقد نحن بنؤمن بثلاث آلهة حاشة احنا نؤمن بإله واحد هذه الوحدانية جامعة يعني وحدانية جامعة لأن كلمة واحد وجامع كلمتين متنقلتين نعم ما هو يا واحد يا جامع فعلا لو قلت وحدانية بدون جامع فهذا الإله صفاته عاطلة أزلا أو بيكون إله أجرد وإله مجرد دي وحدانية مجردة أو وحدانية مطلقة فهذه الوحدانية هذا الإله إذا أراد أن يتكلم من يسمع وإذا أراد أن يسمع من المتكلم وإذا أراد أن يحب فمن المحبوب وهذا الإله غير قادر أن يمارس صفاته في ذاته أزلا حاشا أن الله يكون كده وبعد كده خلق فبدأ إي مارس صفاته ويحصل تغير لكن إحنا بنؤمن بالوحدانية الجامعة أي أنه واحد من جهة وجامع من جهة أخرى مثال يا أخي نظار حضرتك أب وابن نعم ممكن واحد من السمعين يقول لا يا إما أبي لا إما ابن لا في الحقيقة أنت أب وابن بس أب من جهة وابن من جهة أخرى فمن جهة علاقتك بوالدك أنت ابن ومن جهة علاقتك بأولادك أنت أب نفس القصة الله واحد جامع فإذا قلت أن وحدانيته جامعة فلابد أن يكون واحد من جهة وجامع من جهة أخرى واحد من جهة جوهره وعشان كده حنؤمن بإله واحد شكرا